رسمت الكويت نهجا واضحا في الدفاع عن قضايا الأمة عبر ثباتها على التضامن مع القضية الفلسطينية ونصرتها والمطالبة بحقوق شعبها فلسطين الملف النازف الذي يختزل الجرح العربي ظل في قلب الكويت وعلى رأس أولوياتها وفي مقدمة أجندة أعمالها دوليا وإقليميا برلمانيا صلتت الكويت الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني أمام برلمانة العالم قاتبة من أجل الإقرار بحقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفي سان بوترسبورغ تجدد المشهد حيث طرح الرئيس الغانم الملف على طاولة المؤتمر البرلماني الدولي بكل قوة رغم اختلال موازين القوة كيف لمن قام بقتل الأطفال كيف لمن قام بإدخال البرلمانيين إلى السجون باحتلال الأراضي بقطع الأشجار بممارسة كل ما يخالف القواعد العامة البسيطة للإنسانية أن يتحدث عن التسامح وعن المبادئ الإنسانية لذلك هذه الكلمة استثارت بعض الوفود ومنها نحن فرديت عليه وقلت له عليك أن تخرج من هذه القاعة لأنه لا ينتمي إلى هذه القاعة التي تضم العديد من البرلمانات الشريفة التي تمثل شعوب العالم الجهد المتواصل الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية سواء على الصعيد الإقليمي والعالمي بدأ يعطي ثماره في القضية من خلال نقل الوقائع بأسلوب ومنهج مقنع لتصبح الكويت صوتاً لفلسطين في المحافل الدولية صوت مسموع ومؤثر ويحقق الإنجازات السياسية في إطار مسار الدبلوماسية البرلمانية عبر إدانة سياسة الاستيطان والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفقاً لمواثيق جينيف موصولاً للسعي لعزل كنيسة الكيان صهيوني دولياً نحن وضعنا طرد الكنيسة الإسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي ليكون أكبر إنجاز سياسي منذ ما يقارب من النسقر هدفاً لنا ولا النكل ولا النمل اليوم المرشحة اللي نريدها أن تفوز فازة التقديم والتعديل على النظام الأساسي يقدم في المؤتمر القادم بعدها هناك انذار وبعدها هناك طرد حتى نوصل رسالة سياسية وأنا سعيد بهذا التفاعل من العديد ما وصلنا من مختلف الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج وخاصة من من يعانون في هذه الفترة بأننا ساهمنا ولو بشكل قليل وبسيط في رفع معنوياتهم وبث الأمل في وجدانهم المواقف الكويتية أتت ترجمة لواقع لم تهندسه المصالح وأن ما نبع من فزعة كامنة في التوجه الرسمي ومتجذرة في الحاضنة الشعبية وراسخة في الوجدان البرلماني فالبرلمان الكويتي الذي يحمل خريطة واسعة للتواصل والمبادرات استطاع أن يسوق نفسه كضمير للأمة في نظرتها للاحتلال الصهيوني ترجمة نانسي قنقر